عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرة العقائدية شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطحر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء الكتاب الذي بين أديه هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد العاشرة بعد المائتين 219 رقم الحديث 412 بسنده بسند الكليني عن الفضل الكاتب قال كنت عند أبي عبد الله أصادقي صلوات الله وسلامه عليه فأتاه كتاب أبي مسلم الحديث هنا في هذه الرواية عن جهتين عن العباسيين القدماء وعن العباسيين الجدد إنه السياق نفسه الذي يجب علينا أن نطلع عليه وأن نكون عارفين به وإلا كيف سنحمل الأمانة المهدوية وننشرها وكيف سنعمل ممهدين لإمام زماننا ونحن لا نعرف هذه الحقائق وأمير المؤمنين وأمير المؤمنين إذا كنا من المؤمنين فهو أميرنا وأميرنا أميرنا الكرار يقول لواحد منا من المؤمنين يقول لكميل يا كميل يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة أميرنا يقول لنا هذا الكلام إذا كنا مؤمنين وكان علي أميرنا وإذا كان كميل من الشيعة ونحن من الشيعة ككميل أيضا الكلام موجه إلينا يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة الفضل الكاتب يقول كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فأتاه كتاب أبي مسلم إنه أبو مسلم الخراساني أرسل كتابا إلى إمامنا الصادق كي يتفق معه على أن يكون الأمر بيد إمامنا الصادق الإمام رفض كل هذا وهذا أمر معروف ولا أريد أن أقف عنده طويلا فقال ليس لكتابك جواب قال للرسول الذي جاء يحمل كتابا من أبي مسلم من أبي مسلم الخراساني فقال ليس لكتابك جواب والإمام أحرق كتاب أبي مسلم وكتاب أبي سلمة الخلال هو الآخر أيضا من قادة العباسيين قبل أن تعلن خلافة أبي العباس السفاح والذي كان موجودا في سرداب دار أبي سلمة الخلال في الكوفة قبل أن يعلن هذا الأمر أبو سلمة الخلال بعث بكتاب إلى إمامنا الصادق والإمام رده أيضا وأحرق تلك الكتب فقال لرسول أبي مسلم ليس لكتابك جواب أخرج عنه هكذا قال إمامنا الصادق لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي فجعلنا الفضل الكاتب يقول فجعلنا يسار بعضنا بعضا نتحدث فيما بيننا بطريقة خفية لماذا يفعل إمامنا الصادق هذا لقد جاء الأمر على طبق من ذهب هذه نظرة ترابية هذا هو المنطق الترابي منطق إمامنا الصادق هو المنطق النوري وفارق كبير بين المنطقين هذا المنطق الشيعي منطق شيعة منطقي ومنطقكم نحن هكذا نفكر إنه المنطق الترابي كنت عند أبي عبد الله فأتاه كتاب أبي مسلم فقال ليس لكتابك يا جواب اخرج عنا فجعلنا يسار بعضنا بعضا فقال أي شيء تسارون يا فضل يخاطب فضل الكاتب إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد ولا إزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال سقطت هنا كلمة في النسخ الصحيحة من زوال سلطان لم ينقض أجله في الطبعة التي بين يدي لا توجد فيها كلمة سلطان لكنني أحفظ الرواية من نسخ عديدة في بعض النسخ من زوال ملك وفي بعض النسخ من زوال سلطان أي شيء تسارون يا فضل إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد ولا إزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك من زوال سلطان لم ينقضي أجله ثم قال إن فلان ابن فلان حتى بلغ السابع من ولد فلان ذكر إمام زماننا ذكره بالإسم وبأسماء آبائه وأجداده من الأئمة فيما بين الإمام الصادق وبين قائم آل محمد ثم قال إن فلان ابن فلان الإمام ذكر الأسماء صريحة لكن الفضل الكاتب هو الذي استعمل هذا التعبير وربما الرواة الذين نقلوا عن الفضل الكاتب وربما الرواة نقلوا الأسماء أيضا لكن النساخ فهذه الكتب تعرضت إلى تحريف وتصحيف ثم قال إن فلان ابن فلان حتى بلغ السابع من ولد فلان قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك ما هي العلامة انتقل الحديث إلى العباسيين الجدد تلاحظون أن ترابطا واضحا في أحاديث العترة ما بين العباسيين القدماء والعباسيين الجدد لابد أن يحكم هذا الكلام قبل حكومة بن العباس قبل أن تتفعل على الأرض أبو مسلم الخراساني حين أرسل كتابه إلى الإمام الصادق لم تكن الدولة العباسية قد تأسست بعد وإنما في إرهاصات تأسيسها في زمن قريب ستؤسس ستكون الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك هو يخاطب الإمام الصادق ويعني ويعني أنه يخاطب الإمام المعصومة في زمانه وغير زمانه الإمام الإمام هكذا قال له لا تبرح الأرض يا فضل ألزم الأرض لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيب إلينا يكررها الإمام ثلاثا فأجيب إلينا فأجيب إلينا وهو من المحتوم فأجيب إلينا ما قال فأجيب إلي قال فأجيب إلينا أجيب إلى آل محمد من كان قائما في ذلك الوقت قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك قال لا تبرح الأرض يا فضل ألزم الأرض كن ثابتا في مكانك لا تتعجل لا تتسرع كن في مقام الخدمة لإمام زمانك حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيب إلينا فأجيب إلينا فأجيب إلينا وهو من المحتوم إذن لا بد أن نعرف هذه الحقائق الحقيقة الأولى هناك عباسيون قدماء وعباسيون جدد ولا بد أن نميز بين المجموعتين ولا بد أن نعرف التشابه فيما بين المجموعتين ما هي جهات التشابه وما هي جهات الإختلاف زمانا مكانا أشخاص أو صافا ظروفا موضوعية إلى غير ذلك وأن نشخص السفيانية وتفاصيل الأحداث التي تسبقه والتي ترافقه ثم أن نعرف ماذا يقصد الإمام أجيب إلينا نجيب من ونتحرك باتجاه من ونكون في طاعة من ونتوق من ونحذر من من هذا كله لا بد أن نحيط به علما من خلال معرفتنا بمعالم ديننا من هنا قال لنا إمامنا الصادق همكم 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 معالم دينكم وحين سئل إمامنا الهادي حين سأله أولاد ما هويه عن من يأخذان معالم دينهما فاصمد في فاصمد في أمر دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى علينا أن نعرف الحقائق بهذا الأسلوب وبهذا المنطق وبهذه الطريقة التي يريد إمامنا الهادي منا أن نتبعها المضمون هو هو في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة في هذا العصر طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وفي آخر الرسالة يوقع إمام زماننا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن صلوات عليك يهبقية الله غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة السبعين بعد المئتين الحديث الثاني والعشرون هذا الحديث قرأته عليكم في مجموعة النصوص التي تحدثت عن العباسيين القدماء والجدد في الجزء الأول والثاني من مجموعة هذه الأجزاء لكنني أذهب إلى جملة من هذا الحديث إلى موطن الشاهد الإمام الباقر الحديث يحدثنا به أبو بصير عن إمام الباقر صلوات الله عليه حتى ينادي مناد من السماء إنها الصيحة في شهر رمضان فإذا نادى فإذا نادى فالنفير النفير فوالله لكأني أنظر إليه إلى صاحب الأمر بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد فالنفير النفير كيف سننفذ هذا الأمر إن لم نكن على الطلاع بالثقافة المهدوية وعلى معرفة موسوعية بأحاديث الغيبة والظهور هذا هو الذي أقوم به في خدمتكم وهذا هو الذي توفره لكم قناة القمر وهذا هو الذي تسعى أن تجعله بين أيديكم في أحسن صورة مؤسسة القمر للثقافة والإعلام هذا من جهتنا بقي الذي من جهتكم حتى نستطيع أن ننفذ هذا الذي يأمرنا به إمامنا الباقر فالنفير النفير النفير لا يصدق على شخص واحد ولا على مجموحة قليلة النفير لابد أن يكون هناك جمع كبير حتى يقال له هذا الكلام هذا الجمع لابد أن يكون منتظرا مستعدا إنه التيار الفكري المجتمعي العقائدي الذي حددتكم عنه أنا ما جئتكم بشيء من عندي هذه أوامر أمتكم هذا هو دينكم أنا ناقل أنا ناقل ربما أموت بعد ساعة أنا ناقل هذه وظيفتي أنا أنقل لكم ما يريده أئمتكم منكم هذه الثقافة هي التي يريد أئمتنا أن ننشرها مثلما وصلت هذه الأمانة من النعماني وأمثال النعماني وتحملتها أنا وتحملها غيري عبر العصور هأني أضع الأمانة بين أيديكم في زمان النعماني حينما حمل الأمانة وضعها في أوراق ولم يكن قادرا على أن ينشرها ليس هناك من طباعة وكان الزمان زمانا مكلحا ليس كزماننا هذا توفرت الإمكانات الهائلة وإن كنا لا نمتلك منها إلا القليل لكنها هائلة بالقياس إلى الإمكانات التي كانت زمان النعماني وزمان الكليني هؤلاء هم الذين نقلوا الأمانة إلينا هذا النعماني أخذها عن الكليني والكليني أخذها عن علي ابن إبراهيم القمي وعلي ابن إبراهيم القمي أخذها عن أبيه إبراهيم ابن هاشم القمي وإبراهيم ابن هاشم القمي أخذها عن سلسلة طويلة من الأسماء التي لهم جال لذكرها هذه الأمانة وصلت إلي وإلى أمثالي وأنا تحملتها أنا تحملتها وتقبلتها وأصبحت مسؤولا عنها وهاني أحملكم إياها هذه أمانة هذه أمانة فحملوها إذا كان النعماني حمل الأمانة وأوصلها في أوراق لم تنشاه انتقلت هذه الأمانة حتى وصلت زماننا إلى أن تمكنت أنا وغيري من أن نضعها في عالم الإعلام وفي عالم النشر وصلت إليكم فاحملوا هذه الأمانة وظيفتكم صناعة تيار مجتمعي يحمل هذه الأمانة يحملها كي نصحح ما نستطيع أن نصحح من الواقع الذي أفسدته سقيفة بني طوسي ألا لعنة الله عليها ألا لعنة الله على منهجها القذر حتى وإن أرادوا أن يموه على الشيعة من أنهم طبعوا الكتب ونشرها لكنهم يضعفون الأحاديث يضعفونها والأخطر من ذلك لا يفقهون معانيها وإذا ما أرادوا أن يتحدث عنها شرحوها وفقا لمنطق سقيفة بني ساعدة طامة أكبر من طامة وقذارة أكثر من قذارة هذا هو الذي فعلته سقيفة بني طوسي ولا زالت تفعله إلى هذه اللحظة وستبقى ستبقى على حالها الوسخ هذا أعود إلى الرواية الشريفة حتى ينادي مناد من السماء فإذا ناد فالنفير النفير إلى أين مع من في مواجهة من هذا النفير لابد لابد أن نعرف هذه الثقافة كي نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح كي نكون في خدمة إمام زماننا وحينما يقول إمامنا الباقر النفير النفير قلت لكم قبل قليل فإن الإمام لا يتحدث عن شخص أو شخصين أو عن مجموعة قليلة إنه يتحدث عن جمع كبير من الأنصار ينصرون إمام زمانهم الحديث الرابع والعشرون في صفحة الحادية والسبعين بعد المئتين عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد قرأته عليكم أيضا في الأجزاء المتقدمة من هذا العنوان من عنوان العباسيون القدماء والجدد الحديث الذي أوله إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان إلى أن تقول الرواية فكونوا أحلاس بيوتكم متى حينما تستعر نار آذر بيجان فكونوا أحلاس بيوتكم وألبد ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا والله لك أني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد إلى آخر الرواية موطن الحاجة هنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا لا بد من السعي ولو حبوا يعني لا يوجد هناك عذر ليس هناك من عذر فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا لماذا ارتدت الأمة بعد رسول الله لأنها ما نصرت أمير المؤمنين ولم يكن هناك من عذر كان يجب على الجميع أن ينصر أمير المؤمنين ما نصره إلا ثلاثة الذين هم عنوان الإيمان في شيعة أهل البيت المحمدي سلمان والمقداد والصادق أبو ذار هؤلاء هم عنوان الإيمان على المستوى الشعي فيما بيننا هؤلاء نصروا علي وفاطمة الأمة ارتدت كان واجبا عليها أن تنصر علي مثل ما باعت في بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله الأمة ما نصرت علي وليس هناك من عذر وكذلك في يوم الطفوف الأمة ارتدت حديث أهل البيت هكذا تقول ونحن نقرأ في زيارة الناحية المقدسة لقد قتلوا بقتلك الإسلام يا أبا الشهداء يا سيد الأحرار يا حسين لقد قتلوا بقتلك الإسلام الأمر هو هو مع صاحب الأمر فإذا تحرك متحركنا من هو هذا المتحرك إنه اليماني فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه هذا قبل الظهور ولو حبوا والله لك أني أنظر إليه بعد هذه الوقائع إنه على الأبواب والله لك أني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد هذه التعابير والله لك أني لك أني أنظر إليه تشير إلى أن الأمر سيقع قريبا لكن المتحرك هنا لا يقصد منه الإمام وإنما الحركة هذه تكون بعد فتنة نار آذربيجان فإذا كان ذلك يعني إذا استعرت النار في آذربيجان فكونوا أحلاس بيوتكم وألبد ما ألبدنا بعد هذه الوقائع فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا ليس هناك من عذر هذا الفقه وهذا الدين هو الذي يجب علينا أن نتعلمه لأن نتعلم ما يصدره هؤلاء من فتاوى الضلال في رسائلهم العملية من أن الصلاة تبطل بذكر عليا انطيح الله حظكم حظ فتاواكم وحظ رسائلكم العملية وطيح الله حظ صلاتكم وطيح الله حظ اللي يمشي وراكم هذا هو الفقه الذي يجب أن نتعلمه إذا كنا في انتظار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وماذا أيضا لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه في صفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون قرأته كرارا ومرارا وشرحته كرارا ومرارا إنه حديث المشرقيين عن أبي خالد الكابلي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم العاتق هو هذا ما بين الرقبة والكتف فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء لا أقف طويلا عند شرحي هذه الرواية فلقد شرحتها بشكل مفصل يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج السابقة أما إني لو أدركت ذلك لا استبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا الاستبقاء يحتاج إلى فق يحتاج إلى معرفة فهذه حركة يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة أما إني لو أدركت ذلك لا استبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا المقطع بحاجة إلى رسالة عملية خاصة به بحاجة إلى فقه إلى معرفة وهذا هو الذي تقدمه لكم قناة القمر فاعرفوا قيمة هذه الخدمة لا لأنني أقدمها أنا لا قيمة لي القيمة فيما قدمه لنا إمامنا الباقر صلوات الله عليه القيمة هنا قناة القمر مؤسسة القمر وخادمكم أنا نحن وسيلة نقل ليس إلا يمكن أن يأتي غيرنا ويقوم بهذا الدور لكن هل يمكن لأحد أن يقوم مقام الباقر هذا أمر لا يمكن أن يكون الباقر هو الباقر أما أنا وغيري قناة القمر وغيرها يمكن أن تكون هناك مئات من القنوات تقوم بهذا الدور نحن لا قيمة لنا هل قيمة هنا فاعرفوا قيمة فقه أئمتكم من هنا يجب علينا أن نتثقف بالثقافة المهدوية بالفقه المهدوي هذا حديث خطير يجب علينا أن نشخص أهل المشرق وأن نشخص منهجهم وأن نعرف أن منهجاً آخر يوجهنا الباقر إليه أما إني لو أدركت ذلك ما قال لذهبت مع أهل المشرق مع أنه مدحهم وقال عنهم ولا يدفعونها ولا يدفعون الراية إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء ولكن الباقرة ذهب إلى اتجاه آخر أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر يجب علينا أن ندرك هذه الحقائق وإلا لن نكون شيعة لن نكون شيعة للحجة بن الحسن أما أن نكون شيعة لمراجع سقيفة الطوسيين فذلك شأن آخر ما أجدادنا كلهم كانوا هكذا وأباؤنا كلهم كانوا هكذا ونحن الآن هكذا لكننا نحاول أن نتخلص من قذارة التشيع لمراجع النجف وكربلا وأن نتنظف ونتطهر بطهارة التشيع لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل حديث آخر في نفس السياق وقد مر علينا هذا الحديث أيضا حينما عرضت عليكم نماذج من النصوص تتحدث عن العباسيين القدماء والجدد الحديث طويل في صفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين من غيبة النعماني إنه الحديث السابع والستون بسنده بل أسانيده عن جابر الجعفي أتحدث عن أسانيد النعماني عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه الحديث الذي قال له الإمام يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا هذا تكليف شرعي هذا جزء من فقه الاستبقاء أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر الرواية تلك عن أبي خالد الكابلي عن باقر العلوم وهذه الرواية عن جابر الجعفي عن باقر العلوم أيضا صلوات الله عليه الفقه هو الفقه هذا هو الفقه الباقري المهدوي يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا لماذا؟ لأن الوقت ليس مناسبا للعمل الظاهر الواضح وكل عمل سيكون نتيجته الفشل إذا كان بنحو ظاهر الجانب العضلي فيه هو الذي يتسيد الموقف الجانب الذي يريد الإمام أن يتسيد الموقف هو الجانب الفكري قال له ولكن حدث به حدث به من بعدي عني هذا هو الذي يريده أن يتسيد يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا لا تتورط في مشروع عسكري لا تتورط في مشروع سياسي لا تدخل في برنامج زعامة سياسية دينية مجتمعية يكون العمل العضلي جزءا منها توجه إلى العمل الفكري إلى العمل الثقافي إلى العمل التعليمي إلى العمل الإعلامي هذا هو الذي يريده الإمام أقرأ عليكم الرواية يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختلاف بين العباس الإمام يتحدث عن العباسيين الجدد وليس عن القدماء أولها اختلاف بين العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن ولكن حدث به من بعدي عني إنه البرنامج الإعلامي البرنامج التعليمي ولهذا السبب دائما أحثكم على النشاط الإعلامي وعلى النشاط التعليمي هذه ما هي برغبة مزاجية مني ولا لأنني عاجز أن أقوم بعمل آخر ولا أعرف إلا هذا العمل هذا هو التسليم للفقه المهدوي لدين محمد وآل محمد هذا هو السبب يا جابر يا جابر إلزم الأرض ولا تحرق يداً ولا رجلاً حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختلاف بين العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعد عني ومناد ينادي من السماء إلى آخر الحديث الطويل ولكن حدث به من بعد عني هذه أمانة أمانة يحملها الباقر لجابر وجابر حملها للأجيال حتى وصلت إلى النعماني والنعماني حملها إلينا وهأني أحملها إليكم هذه أمانة هذه الأمانة التي أتحدث عنها أمانة وصلت عبر الأجيال السابقة في ظروف صعبة عسيرة لم تتوفر لهم الإمكانات التي توفرت لنا الآن لقد توفرت لكم الإمكانات كل واحد منكم في جيبه موباير بإمكانه من خلال الموباير أن يتصل بالناس الذين يعرفهم الإمكانات توفرت حرية موجودة قطعا تختلف البلدان في هامش الحرية من بلد إلى بلد ولكن بالإجمال حتى في بلاد الوهابيين هناك حرية الحرية موجودة في كل مكان يختلف مقدارها يضيق يتسع هامشها كما يعبر عن الحرية من أن هامش لها في هذا البلد أو في ذاك الإمكانات توفرت هي في الحقيقة بالقياس إلى إمكانات من يحارب فكرة أهل البيت لا تعد إمكانيات لكنها بالقياس إلى إمكانات الكليني والنعماني ليس هناك من وجه للمقايسة بين إمكاناتهم في زمانهم وإمكاناتنا في زماننا هذا قلتها لكم وأقولها لكم عن نفسي وعن الذين معي نحن سنبقى نعمل ونعمل بكل ما أهتينا من قوة قد يكون عملنا معيبا قد يكون عملنا فيه وفيه الكثير من النقائص وهذا نحن نعرفه نحن أكثر خبرة بأنفسنا وبعملنا من غيرنا من الآخرين لكننا لا بد أن نعمل سنعمل برغم كل الظروف إلى الحد الذي نصل إلى نقطة لا نستطيع أن نعمل قد يكون السبب الموت قد يكون السبب المرض والعجز قد يكون السبب افتقارنا الكامل للإمكانيات وقد وقد ما دمنا نستطيع أن نعمل فإننا نبقى نعمل ونبقى نحمل هذه الأمانة ونؤديها إليكم هذا من جهتنا فماذا من جهتكم وتذكروا هذه الكلمات كلمات إمامنا الباقر في تلك الظروف أية ظروف عاشها إمامنا الباقر أية معاناة عاشها إمامنا الباقر لقد عاش مرارة 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 من الدهر ومرارة من الأيام والليالي تجرعها إمامنا الباقر صلى الله عليه في تلك الظروف وهو يحمل جابرا الجعف الذي تظاهر بالجنون بسبب قسوة الأيام التي كان يعيشها لقد تظاهر بالجنون جابر الجعفي حامل أسرار أهل البيت تظاهر بالجنون يلبس ثيابا مرقعة حافيا يركض على قصبة شد في رأسها خيطا على أنها فرس يركض في أزقة الكوفة وتركض الصبية خلفه تضربه بالحجارة وهم ينادون لقد جن جابر جابر الجعفي هذا هو الذي يقول له باقر العلوم ولكن حدث به من بعدي عني حدث بهذه الأحاديث وقد وصلت إلينا بسهولة وسلاسة معاناتنا هي من الشيعة أنفسهم طيلة عمري لم يحاربني وهابي الذين حاربوني شيعة وحاربوني لأنني أنشر حديث أهل البيت هذا هو السبب فأنا لا دعوت لفكر وجودي ولا دعوت لفكر ماركسي ولا دعوت لفكر غربي ولا دعوت الناس إلى فكر قطبي أو وهابي ولا دعوت الناس إلى التمسك بالقرآن من دون حديث أهل البيت ولا دعوتهم إلى التمسك بالحديث من دون القرآن لا شككت في زياراتهم ولا في أدعيتهم ولا وقفت موقفا سلبيا من شعائرهم في أيام الأفراح أو في أيام الأحزان لقد كنت جزءا ذائبا في هذه الأجواء في أجواء شعائرهم الحسينية وفي أجواء إحياء أمرهم حاربني أشيعة حاربني أشيعة لأجل عقيدتي ولأجل ديني الذي يبتني على قرآنهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم وعلى حديثهم المفهم بتفهيمهم بحسب ما بايعت في بيعة الغدير ولا زال يحاربونني إلى الآن لأنني أضخ ثقافة العترة في كل الوسائل المتاحة لدي هذا ما عندنا فماذا عندكم هذه ساحة اللعب وهذا الميدان وقولوا يا زهراء يا زهراء وباشروا ومن حديث جابر الجعفي إلى حديث زرارة بن أعين وقرأته عليكم لكنني أعيد قراءته لتذكيركم هذه أحاديث أهل البيت حتى لو كررت فإننا نكرر حكمة ونكرر نورا ونكرر فقها ونكرر أدبا ونكرر آثارا يفوح منها عطر عليهم وهل هناك أطيب من عطر عليهم إنه الحديث الثامن والعشرون لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني ومن الصفحة الثانية والسبعين بعد المائتين بسند النعماني عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير الحديث عن قائم آل محمد وينادي مناد إن علي هذا هو عطر علي الذي أشرت إليه قبل قليل وينادي مناد إن علي وشيعته هم الفائزون زرارة يقول للصادق صلوات الله عليه فمن يقاتل المهدي بعد هذا فقال الصادق صلواته وسلام عليه إن الشيطان ينادي إن فلانا وجاء في روايات أخرى جاء ذكر اسمه عثمان إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية لرجل من بني أمية هذه جملة اعتراضية توضيحية قد تكون من النعماني وقد تكون من النساخ الذين نسخوا الكتاب من بعد النعماني قلت زرارة يقول للصادق صلوات الله عليه فمن يعرف الصادق من الكاذب قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا نحن الذين نعرفه الآن لو حدثت الصيحة نحن الذين نعرفها نحن أهلها ونحن المختصون بشؤونها أكثر من أربعين سنة وأنا أعيش في هذه الأجواء فكيف لا أكون من أهلها على الأقل من أهلها في الجانب العلمي وليس من أهلها في جانب الإخلاص والوفاء في الجانب العلمي قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا نحن الذين نروي حديثكم يا ابن رسول الله وهذا هو شرفنا الإمام هو الذي يقول ونحن الذين نروي حديثهم يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا حديثنا في الثقافة المهدوية وليس في أحكام النجاسات مثلا مع أن حديثهم في أحكام النجاسات مهم أيضا لكننا في أجواء الحديث عن الثقافة المهدوية قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون لا أحتاج للتعليق على الرواية الرواية هي التي تحدث عن نفسها بنفسها ومن حديث الزرارة ابن أعين ولازلت أقرأ في غيبة النعماني إلى حديث طويل إنه حديث أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في صفحة الثانية والستين بعد المائتين من غيبة النعماني الحديث الثالث عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه الحديث الذي أوله إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم حديث طويل إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لابد لبني فلان للعباسيين الإمام يتحدث هنا عن العباسيين الجدد لابد لبني فلان من أن يملك وقد ملك على الأقل من وجهة نظري بحسب المعطيات المتوفرة لدي لابد لبني فلان من أن يملك فإذا ملك ثم اختلف تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرقي وهو الخراساني وهذا من المغربي وهو السفياني يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان كفرسي سباق وكأن الجائزة في الكوفة كفرسي رهان هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما أما إنهم لا يبقون منهم أحدا فليذهب إلى الجعيم ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه البأس الحرب العنف البلاء البلاء الشديد الضغط بكل أنواعه فيكون البأس من كل وجه ويل لمن نواهم وليس في الرايات راية أهدا من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم إلى الحجة بن الحسن فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه هذا أمر شرعي هذا فقه مهدوي يجب أن نتعلمه كيف نتعلمه إذا لم نكون على تواصل دائم مع أحاديث الغيبة والظهور وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار إذا لم تتعلم أحكام النجاسات هذه معصية لكن ستكون من أهل النار لكنك إذا لم تتعلم هذه الأحكام وتعرف أن نصرة اليماني واجبة وأنه لا يجوز لك أن تلتوي عليه فإنك إذا ما فعلت ذلك فأنت من أهل النار أيهما أوجب أيهما أوجب أن يدرس في حوزة النجف وكربلاء أيهما أوجب وأيهما أولى لا يعني أن نترك ذلك لكنني كما قلت لكم قبل قليل مشكلة الشيعة في قائمة الأولويات هذا هو الفقه الحقيقي هؤلاء الذين يلومون علينا وينتقدون نا دراسة أحاديث الغيبة والظهور وأحاديث العلامات هؤلاء لا يستحقون أن أصفهم حتى بالحمير هؤلاء دون الحمير ودون دون الحمير وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذا الحق والطريق المستقيم ألا يجب أن نعرف معالمه ألا يجب أن نعرف علامات السير فيه كيف ندرك ذلك من دون أن نواصل معرفتنا لثقافة العترة الطاهرة الحكاية طويلة طويلة وهذا الموضوع واسع مطرد جدا نذهب إلى فاصل سأضرب لكم مثالا لاتجاهين موجودين في الواقع الشيعي علينا أن نتفحص وأن نبحث عن هذين الاتجاهين ولا نستطيع أن نصل إلى النتيجة الصحيحة إلا من خلال تعلمنا لثقافة العترة الطاهرة القادرون منكم على التعلم ليس لهم من عذر برامج قناة القمر وضعت لكم كل شيء بنحو يسير بالمصادر والوثائق والحقائق وبالشرح والبيان وبالكثرة المتكاثرة والوفرة والوفرة المتوافرة عبر شاشة تواصل عملها ليل نهار وعبر بث مباشر في أغلب الأوقات وعبر نشاط مستمر على الشبكة العنكبوتية ولو كنا نستطيع أن نفعل أكثر من هذا والله لفعلنا لأننا مقصرون مقصرون ومقصرون ومقصرون لا في خدمتكم وإنما في خدمة إمام زماننا نحن لسنا مسؤولين عنكم نحن مسؤولون عن خدمة إمام زماننا ما نقوم به هو بعض شيء من الواجب الملقى على عواتقنا في خدمة إمام زماننا نقوم به ونحن نعلم من أننا في حد التقصير بما نستطيع ويقولون الجود من الماجود بما نستطيع بما نستطيع نقدمه بين أيديكم على أي حال أعود إلى كتاب المؤمن وهو من كتبنا القديمة من الكتب التي ألفت زمان الأئمة كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله تعالى عليه من صحابة الأئمة الأخيار ومن علماء الشيعة الأوائل في زمان الأئمة له العديد من الكتب وقد وصلت بعض كتبه إلينا من جملتها هذا الكتاب المؤمن للحسين بن سعيد الكوفي أصلا الأهوازي بعد ذلك خرج من الكوفة منتقلا إلى الأهواز وعاش في الأهواز هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة الثانية والثلاثين إنه الحديث الثاني والستون عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا الباقر عن الله سبحانه وتعالى قال قال الله عز وجل من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه الذي افترضه علينا معرفة إمام زماننا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه ذروة الأمر هذا هو الذي افترضه الله علينا ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته زرارة حدثنا بهذا الحديث عن باقر العلوم الرواية موجودة في الجزء الأول من الكاف الشريف وهي أيضا في الجزء الثاني من الكاف الشريف وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحب النافلة حينما نزداد تسليما له النافلة ما كانت بعد الواجب الأوجب التسليم واجب لكننا حينما نزداد تسليما حينما نزداد تسليما فإننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نزداد تسليما وخدمة وإخلاصا لإمام زماننا وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الله هو الذي يقول ورجله التي يمشي بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الشريف هذه جهته ولا أريد أن أطيل الوقوف عند الحديث لضيق الوقت لأنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي بعض المطالب أجد من الضرورة أن أتناولها هذه جهة وجهة أخرى وهي الجهة المنافرة لهذه الجهة أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد العاشرة وجزء من خطبته السابعة أمير المؤمنين يتحدث عن الشيطان وأتباعه فيقول اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة الملاكة هو الأساس هو المضمون هو المعتمد الذي يعتمدون عليه اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكة لما وجدهم مقبلين عليه أقبل هو عليهم وجعلهم مصائد وكمائن يصطاد بها المغفلين المصائد للمغفلين والكمائن للمغفلين هكذا يقولون حتى في العلوم العسكرية هناك شيء يدرس فيها يسمى بمصائد المغفلين يستعملونه في حروب العصابات اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكة فماذا فعل فيهم فباض وفرخ في صدورهم في الحديث السابق كنت سمعه الله يقول للذي يتقرب إلى الله بمعرفة إمام زماننا بما افترضه الله عليه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فباض هنا فباض الشيطان وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم نما نما برنامجه وتفرعت مخططاته في حجورهم في أجوائهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزينا لهم الخطر فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه هذا من هو هذا الذي يكون منافرا لذلك الاتجاه يا أيها الشيعة الأغبياء الذين تحاربون حديث أهل البيت عاقبتكم هكذا تكون لماذا تريدون أن تكون بهذه العاقبة الذين يلتصقون بمعرفة أهل البيت وثقافة أهل البيت إذا كانوا صادقين وعارفين ومخلصين عاقبتهم تلك فإن الله هكذا يقول يكون سمعا لهم وبصرا لهم ويدا لهم ورجلا لهم الله هو الذي يقول ولست أنا وقد قرأت عليكم قبل قليل حديث إمامنا الباقري في هذا المضمون من كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله تعالى عليه هذا كلام أمير المؤمنين اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم لو كانت صدورهم مليئة بفكر أهل البيت وذكر أهل البيت وزيارات أهل البيت وأدعية أهل البيت لما باض وفرخ الشيطان في تلك الصدور لأنه لن يجد مكانا لبيضه وفراخه وإنما يجد المكان مهيئا لبيضه وفراخه حينما تكون الصدور مشحونة بالانتقاص من أهل البيت وبعداء أولياء أهل البيت وبحسد أهل البيت وبالحقد على أولياء أهل البيت وبالتشكيك في أحاديثهم وبامتلاء تلك الصدور بقذارات سقيفة بني ساعدة وبالجهل المركب بكل ثقافة العترة وبتفسير القرآن الناقض لبيعة الغدير فكيف لا يضع بيضه وفراخه في تلك الصدور القذرة الوغرة إنها صدور مراجع حوزة النجف ما هذا هو الموجود في حوزة النجف التشكيك في معارف أهل البيت عداء أولياء أهل البيت الانتقاص من أهل البيت وملء العقول والقلوب بقذارات النواصل هذا هو الموجود في حوزة النجف لا يوجد شيء يخالف هذا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدوره ودب ودرج في حجوره فنظر بأعينه ونطق بألسنته فركب بهم الزلل فركب بهم الزلل وزين لهم الخطر فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه بالضبط مثل ما جاء في رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة هذا الحديث هو الحديث الثالث والأربعون بعد المئة يبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المئتين حديث طويل يستمر حتى ينتهي في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئتين أقرأ عليكم بعضا من كلماته في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن إمامنا الصادق الذي يخبرنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى فماذا يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا يتعلمون بعض يتعلمون شيئا قليلا وهذا هو الذي يجري في حوزة النجف وكربلاء بالضبط وبالدقة الدقيقة الكاملة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقسون بنا عند نصابنا عند نصابنا من نصاب الشيعة هناك مرجئة الشيعة هناك بترية الشيعة هناك قتلة الحسين من الشيعة وهناك نصاب الشيعة هذا كله موجود في رواياتهم وأحاديثهم وينتقسون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه إلى هذه المعلومات القليلة الصحيحة من علوم أهل البيت ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها إذا أردنا أن نحسب هذه النسبة هذه نسبة واحد إلى اثناش يعني إذا تعلموا عشرة بالمئة من العلوم الصحيحة يضيفون إليها من الأكاذيب مية وعشرين بالمئة الرواية هكذا تقول الإمام الصادق يقول يضيفون إليه أضعافه أقل الأضعاف ثلاثة وماذا بعد وأضعاف أضعافه وأضعاف أضعافه أضعاف الثلاثة أقلها تسعة فإذا أضفنا ثلاثة إلى تسعة الناتج اثناش إذا كنا وضعنا نسبة عشرة بالمئة لما تعلموه من المعلومات الصحيحة يعني أضافوا إليها مية وعشرين بالمئة من الأكاذيب بقي شيء من الصحيح بالله عليكم وحق الحسين هذا هو الذي يجري في النجاف وأقول هذا عن تحقيق وتدقيق وقد أثبته بالوثائق والحقائق عبر فرامجي الكثيرة وحق الحسين هو هذا الذي يجري في النجاف الصغار لا يعرفون وحتى الكبار ما هي القضية الاستحمارية هي القضية المستحكمة في واقع حوزة النجاف منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس طوسي هذه الحوزة المشعوبة ستعرفون الكثير من الحقائق حينما يصل حديثي إلى الحلقات التي سأجعلها مختصة بالمذهب الطوسي في الحلقات القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى ستعرفون الكثير من الحقائق الإمام هكذا يقول عن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقسون بنا عند نصابنا من تلامذتهم وأتباعهم ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا وفي بعض النسخ المسلمون من شيعتنا والأولاء المستسلمون لأنهم استسلموا شيعة المراجع حمير ديخيون فهم استسلموا إليهم رجاء أتحفونا أتحفونا وأتحفوهم بالوثيقة الديخية المباركة ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لها أخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش إش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أتحفونا خمسة قال لي المستعجب مش دارها قولنا تركب يعني خلاغة أهمي شيني كما تكون خلاغة أهمي شيني تبقوا لأ فكان حالة السنو فقوش ديخ تعرفي فقوش ونص عباردة كنا على أتحفو وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسمان عربدة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ لا شيء لا مو علم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة حمير ديخيون عند هؤلاء المراجع الأغبياء الخبثاء السفهاء ينطبق عليهم كل وصف الذين تركوا ثقافة العترة الطاهرة وراحوا يلتصقون بثقافة النواصف هؤلاء ينطبق عليهم كل وصف قبيح ويصدق فيهم ويصدق عليهم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا يتقبلون أكاذيب المراجع على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا هؤلاء ضعفاء العقول ضعفاء الثقافة ما هم بضعفاء الأبدان ولا ضعفاء الجيوب ولا ضعفاء السمعة الاجتماعية ولا ضعفاء السلطة السياسية هؤلاء ضعفاء العقل الديني مثلما وصى رسول الله أبا ذار وقال له لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الناس عقلاء في دنياهم حمقاء في أديانهم وهذه هي الحقيقة التي تنطبق على الواقع الشيعي هؤلاء هم الضعفاء في الدنيا أذكياء ولكن في الدين ومعرفة أهل البيت يصبحون هميرا أي معمم حمار بغل من قبل مرجعية السستاني أو غيره يستطيع أن يفعل بهم ما يفعل ظاهرا وباطنا ولذا كمال الحيدري من مراجع الشيعة ومن أساتذة الحوزة يعرف أن واقع الشيعي فيقسم والله هذا هو واقع الشيعة وفعلا هذا هو واقع الشيعة وأنا أشهد بحسين وآل حسين هذا هو واقع الشيعة وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا الحديث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إلى آخر الرواية المفصلة وقد قرأتها كثيرا وشرحتها كثيرا وتحدثت عنها كثيرا في برامجي المتنوعة هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين الذين يضيفون مية وعشرين بالمية أكاذيب إلى عشر بالمية من الصدق هؤلاء هم اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم هؤلاء لا ينطقون عن صاحب الزمان ينطقون عن الشيطان بل الشيطان ينطق بألسنتهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلال وزين لهم الخطال فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه وإلا حينما يصدر المراجع مراجع النجف الفتاوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة أليس هذا الشيطان ينطق على ألسنتهم حينما يتحدثون عن نجاسة دم المعصوم أليس هذا الشيطان ينطق على ألسنتهم حينما يصدر السيستاني وولده محمد رضا الفتاوى بجواز توليد أولاد الحرام عبر التلقيح الصناعي أليس هذا الشيطان ينطق على لسانيهما أليس 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 الحديث طويل 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 فنظر بأعينه ونطق بألسنته حينما يقول الخوئي ويقول السيستاني أيضا وبقية المراجع من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد وأن لا يكون ممن له ثبات تام في معرفته هذا كلام الرحمن أم كلام الشيطان ماذا تقول هنا أنتم هكذا ينطق الشيطان على ألسنتهم في كتبهم في دروسهم في فتاواهم عبر وكلائهم عبر أولادهم عبر أصهارهم عبر مؤسساتهم عبر فضائياتهم هكذا ينطق الشيطان بألسنتهم ينطق الشيطان نيابة عنهم وينطقون نيابة عن الشيطان وليس نيابة عن صاحب الزمان خذوا هذه الحقائق لا تصدقوني أنتم طبقوها على الواقع أنتم طبقوها على الواقع من هنا يجب عليكم أن تستزيد من هذه المعارف من معارف ثقافة العترة الطاهرة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمه بهذا ينتهي الجزء السادس من أجزاء عنواننا الذي يدور مضمونه حول العباسيين العباسيون القدماء القدماء والجدد في حلقة يوم غد سنبدأ عنوانا جديدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء